اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والضريح هو عبارة عن مبنى على شكل مكعب طول كل من اضلاعه 11 متران في زيارة مدرسية التقط حسام صورة شخصية له بجانب الضريح وقلص طوله في الصورة فكان 15 سنتيمتر بينما طوله الحقيقي 150 اكمل ما يأتي تعتبر الصورة الشخصية للشخص تكبير ان تصغير الصورة الشخصية تصغير للشخص احسنتم تصغير نسبة طول حسام في الصورة الى طوله في الحقيقة نسبة اي يريد مني ان اقوم بايجاد طوله في الصورة واقسمها على طوله الحقيقي طوله في الصورة 15 وفي الحقيقة 150 بابسط صورة تصبح 1 على 10 اي واحد الى عشرة يمكن التعبير عن هذه النسبة بواحد الى عشرة اي ان كل عشرة سنتيمتر من الطول الحقيقي يقابلها واحد سنتيمتر من الطول في الصورة مقياس الرسم هو النسبة بين البعد في الرسم الى البعد الحقيقي مقياس الرسم معامل التناسب يساوي البعد على الرسم على البعد الحقيقي ويكتب بالصورة ألف الى واحد او واحد الى ألف يمكن ان تكون ألف عددا غير صحيح ملاحظات الأطوال الحقيقية والأطوال على الرسم بالترتيب ذاته هي أطوال متناسبة يجب استخدام وحدات متجانسة بكتابة مقياس الرسم اي سنتيمتر الى سنتيمتر او كيلومتر الى كيلومتر لا يجوز ان تكون سنتي الى كيلومتر او مليمتر الى سنتيمتر يجب ان نستخدم وحدات متجانسة مقياس الرسم لا وحدة لا يبلغ طول العلم الفلسطيني المرفوع على أطوال سارية في طول كرم 30 متر وعرضه 15 متر فإذا كان طول العلم في الصورة 5 سنتي أكمل ما يأتي الرسم المجاور يعتبر تصغير أم تكبير للعلم الحقيقي؟ هل حجم هذا العلم بنفس حجمه في الحقيقة؟ لا هنا أصغر إذن يعتبر تصغير أحسنتم فما مقياس الرسم المستخدم في هذه الصورة؟ مقياس الرسم يساوي البعد على الرسم على البعد الحقيقي البعد على الرسم يساوي 5 سنتي هنا سنتي أما البعد في الحقيقة يساوي 30 متر سوف أقوم بتحويل 30 متر إلى سنتي من متر إلى سنتي أضرب بمئة إذن 30 ضرب مئة وتساوي 3000 خمسة على 3000 النسبة بين طول الصورة المصغرة وطول العلم الحقيقي هي خمسة على 3000 يساوي واحد على سين أقوم بالضرب التبادلي سين سوف تساوي كما قلت لكم بأنها تساوي ما يقابلها يكون في المقام إذن الخمسة في المقام و3000 ضرب واحد في البسط إذن سين تساوي 600 أي أن كل واحد سنتي يمثل 600 سنتي لو قمت بتحويلها إلى متر تساوي 6 متر في الواقع نقول أن مقياس الرسم هو 1 إلى 600 يستخدم مقياس الرسم لرسم أشكال كبيرة لا يمكن رسمها بأبعادها الحقيقية على الوراق نشاط ثلاثة تبعد مدينة جينين عن القدس 75 كيلو مترا إلى الشمال وكانت المسافة بينهما على الخريطة 3 سنتي إذن في الحقيقة 75 كيلو متر وعلى الخريطة 3 سنتي أجد مقياس الرسم الذي رسمت به الخريطة مقياس الرسم يساوي البعد على الرسم على البعد الحقيقي البعد على الرسم 3 سنتي أما البعد الحقيقي 75 كيلو مترا يجب أن أقوم بتوحيد الوحدات كيلو متر سوف أقوم بتحويلها إلى سنتي متر من كيلو إلى متر أضرب بألف ومن متر إلى سنتي أضرب بمئة إذن سوف أضرب الخمسة وسبعين ضرب ألف ضرب مئة إذن سوف تعطيني هذا الرقم سبعة ملايين وخمسمائة ألف إذن ثلاثة على سبعة ملايين وخمسمائة ألف يساوي واحد على سين بالضرب التبادلي سين سوف تساوي سبعة ملايين وخمسمائة ألف على ثلاثة سوف تعطيني اثنان مليون وخمسمائة ألف إذن مقياس الرسم هو واحد إلى اثنان مليون وخمسمائة ألف نشاط أربعة فرع ألف تظهر الصورة المجاورة تجويف النخاع الشوكي وكريات الدم وهي خلايا جذعية تكون الدم في جسم الإنسان مكبرة عشرة ملايين مرة لاحظوا مكبرة في الأمثلة السابقة كان عندي عملية تصغير هنا أنا عملت على تكبير هذا الشيء يمكن كتابة مقياس الرسم إذن البعد على الرسم أكبر من البعد الحقيقي عشرة ملايين إذن عشرة ملايين إلى واحد كل مئة سانتي في الواقع يقابلها إذن العشرة ملايين يقابلها الواحد إذن المئة سانتي سوف أزيد صفران إذن للعشرة ملايين سوف تصبح هذا العدد على الورق با تعد ليلة تقريرا عن نحل العسل استخدمت مقياس رسم فرسمت نحلة على الورقة بطول 7 سانتي علما بأن طولها الحقيقي 2 سانتي إذن عملت على تكبيرها ليلة عملت ليلة على تكبيرها لأن طولها الحقيقي للنحلة 2 سانتي ورسمتها ب7 سانتي إذن مقياس الرسم يساوي الطول على الرسم 7 على الطول الحقيقي 2 وتساوي 3.5 إذن 3.5 إلى 1 يستخدم مقياس الرسم أيضا لرسم أشكال صغيرة مثل رسم خلية أو جرثومة أو أي شيء صغير آخر نشاط خمسة خشرة طولها 9 ملي متر رسمت في كتاب العلوم والحياة بطول 4.5 سانتي متر لاحظوا اختلاف الوحدات 9 ملي متر وأربعة ونصف سانتي متر سوف أحول الأربعة ونصف إلى ملي متر أقوم بضربها بعشرة أربعة ونصف ضرب عشرة تعطيني خمسة وأربعين ملي متر أكمل ما يأتي يعتبر الرسم في كتاب العلوم للحشرة تصغير أو تكبير تكبير أحسنتم مع مقياس الرسم المستخدم مقياس الرسم يساوي البعد على الرسم على البعد الحقيقي البعد على الرسم يساوي خمسة وأربعين على تسعة 45 على 9 يساوي 5 إذن نقياس الرسم هو 5 إلى 1 وبهذا أعزائي الطلاب نكون قد أنهينا هذه الوحدة ألقاكم في وحدة جديدة بوحدة الإحصاء في الحصص القادمة